في سودان من المرتقب أن يلتقي وفد من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالبعثة الأممية ضمن مساعي حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ويأتي ذلك بعد قرار المجلس الموافقة على دعوة الأمم المتحدة لدعم الانتقال السياسي وسط جهود إقليمية لإنهاء الانسداد ومن المنتظر أن يسلم المجلس رؤية قوى الحرية والتغيير بشأن مبادرة الحوار بين الفرقاء السودانيين ترجمة نانسي قنقر